السلام عليكم. السلام عليكم يا شباب. النهاردة هنتكلم على البلانتر فاشياتيس. وقبل ما نتكلم على البلانتر فاشياتيس هنتكلم على حاجة مهمة جدا اسمها البلانتر ابونيوروزيس. البلانتر ابونيوروزيس هو عبارة عن دنس فاشية في السولر سيرفس بتاع الفوت. بتاعها بتبدأ من الكالكينيس يعني لازم نتفق ان هي فاشية. العناتوم اللي بنتكلم عليه او الانتومك للسرقشر فاشية. الاعتشمنت بتاعه منين بيبدأ من الكالكينيس ويروح لبروكسيمال فالنكس. الوريانتيشن بتاعه بيمشي بوستيريو انتيريور يعني بيمشي من وراء لقدام من الكالكينيس يعني من الكعب الحد ويروح قدام لفرست فالنكس. اه وظيفته ايه? الفانكشن بتاعه هولد الانتيريو والبستيريو السترات يعني ايه? بيمسك اه بيمانتين الميديا اللونجوتيودنا القرش. بيمسك الفيرس فالنكس والكالكينيس والدعمتين لاتنين دولة ويوقفهم زي المسلس كده يربطهم هما لاتنين ببعض. في حاجة اسمها الويندلاس ميكانيزم ان احنا بنقول لما انا باجي اعمل اه اكستينشن في الفيرست ميتاتارس فالنجيال جوينت بيبقى فيه تينشن جامد على الابونيوروزيز. وده منطقي لان هو عامل انسيرشن في الفيرست فالنكس. فانا لما باجي اعمل عند الميتة كاربو فالنجيال جوينت بشده اكتر. فكأني بقرب الرأسين بتوع المسلس لبعضهم. وبالتالي بيزود الكيرفيتشار بتاع الفوت. وبيدينا ميكانيكال ادفانتش. طب يعني ايه بقى بلانتر فاشياتس. بلانتر فاشياتس هي بينفول كونديشن ذات افكت ذا بوتوموف ذا فوت. بتيجي البلانتر فاشيا دي اللي هي اللي موجودة في السولر سيرفز بتاع الفوت. يبدأ يحصل فيها يحصل لها اوفرستريتشن او اوفروركد. يحصل عليها لود عالي اوي. فيبدأ يحصل فيها مايكرو تيرز. المايكرو تيرز دي في النهاية تعملي بينفول كونديشن. وطبعا عندنا حظنا سيء مع البلانتر فاشيا ان البلانتر فاشيا بتاعها عالي اه اوليل. فبالتالي الهيلينج بروسس بتاعاتها بتبقى اوليلة. بيسموها اكتر من مسمة. بيسموها بلانتر فاشايتس. بيسموها بلانتر هيل بين. بيسموها بلانتر فاشيوزس. وي لازم نعرف ان هي نوت انفلاماتوري كونديشن. البلانتر فاشيا عبارة عن سيك دينس كونكتف تيشو موجودة في البطم بتاع الفوت. اه طبعا اه بتبقى سينر وويكر في عند الهيل. وتبدأ تبقى يحصلها اه 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 ازجوينج تو زا توز. بسبب شكلها والمكان بتاعها هي مور ساسبيتابول تو مايكرو تروما ومور ساسبيتابول تو تير وانفلاميشن وبالتالي ومن حظات السيء زي ما أنا قلت لكم قبل كده ان البلات سابلايب بتاعها قليل فبالتالي فرصة الهيلينج بتاعتها بتبقى محدود طيب هي ايه الفانكشن بتاع البلانتر فاشيا دي الفانكشن بتاعها اول حاجة بتعمل شوك ابسوربشن هي موجودة في البوتوم اف زفوت فاحنا لما بنيجي نعمل جامبينج او اتفر بتبقى بتابسورب الشوك ما تمسيش مباشرة على البونز فبالتالي مايحصلش فراكشور او ستريس فراكشور تاني حاجة تاني حاجة بالسبورت الميديا اللونجتورنال ارشوف زفوت وكمان بتعمل للميتا تارسل بون ديورنج الفوت سترايك اللود اللي بيبقى موجود على البلانتر فاشيا على البلانتر فاشيا دي تلات اضعاف بيزيد ليبقى تلات اضعاف في حالة الرانينج يعني وإحنا بنجري بيزيد اللود الطبيعي اللي موجود عليها بيبقى تلات اضعاف وبالتالي فرصة ان انا يحصل لبلانتر فاشيا ديورنج راينج اه اعلى كتير جدا من اعلى اعلى من ان احنا في الووكينج اه في حاجة كمان مهمة ان انا قلت البلانتر فاشيا ديورنج راينج زي الرانينج اه عشان انا قلتلكو ان هي بيبقى في اثناء الرانينج بيزيد اللود بيبقى تلات اضعاف اللي موجود على البلانتر فاشيا عن الوقت الطبيعي او النورمال بيبقى كمان لو واحد عنده اكيلس اه تندون فيه الاكيلس تندون فيه شورتنينج اه بيبقى مور لايابل برضو ان يحصل له بلانتر فاشيا ديورنج طبعا اه الناس اللي عندها او الناس اللي عندها طبعا الفلات فوت او طبعا بيبقى اللود عالي جدا على البلانتر فاشيا وبالتالي بتبقى مور لايابل فيه كمان لو حد عنده عنده الفوت برونيشن عالية ده برضو هيبقى هيعمل مور لايابلتي لان هو يحصل له بلانتر فاشيا اه او او شوفت لو واحد لابس جزمق ناشفة اه تو تايت او 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 العكس او او البلارينة بفوق اه اللي هي شوز البلارينة اللي ما بيبقاش فيها بكيرفيتشار اساسا ما بتحفصي على اللونجوتوبنا القرش ما بتحفصي على الشكل بتاعه اه او او الناس اللي بتلبس برضو مور لايابل ان هما يحصل لهم بلانتر فاشيا ديورنج او الاطروفي في الهيل فيد ان هو يحصل له كمان من الناس اللي عندها واحد عنده فطبيعي كل شوية اعمال يحصل في الاريا فطبيعي ان يحصل له اللي هو واحد بيترين على هارد سيرفز او حد بيعمل الترينج اه على الاسفلت بيجري عليه او او حد بيعمل في الترينج ما بيديش رست بيعمل له عدد ساعات كبيرة جدا عن قدرة تحمله فبالتالي هيبقى مول لايابل انه يحصل له بلانتر فشيات الحالات دي بيجينا شكلها عامل ازاي بيجوا عندهم انفيروميديال الهيل بين يعني انت يجي تلاقي وممكن يعمل على طول الفشية نفسها طبعا فيه كمان الهيل بين ده بيبقى موجود اه الصبح يجي يقوم من نوم اول ما يجي يدوس على كعبه ما يبقاش قادر يدوس على رجله اه زي لان ايه طبعا احنا قلنا الفشية والكابسول اه بتبقى من بتاعتها المورنينج ستيفنس والمورنينج جبين ده طبعا العيان بيمشي بانتالج الجيت بيمشي يزك على رجله آآ كمان آآ بتلاقي عنده ان هو آآ يمشي بير فوت يمشي حافي دي تبقى حاجة آآ صعبة جدا وبيبقى كمان عنده آآ ازمة في كل دي شكاوى هيجي العيان يقول لها لك في العيادة دي اسمها شكله بيبقى عامل قدامك ازاي او بيقول لك ايه آآ على على آآ على الشكل العام بتاعه آآ هيقول لك كمان ان البين ده بيدكريز مع آآ آآ لما بيزود الحركة بتاعته الايه البين بيبدأ يقل الفيزيكا بتاعنا هنيجي اول حاجة طبعا قلنا خلاص بالانسبكشن ممكن بالانسبكشن تلاقي آآ خفيف آآ ممكن تلاقي ممكن تلاقي آآ ممكن تلاقي آآ ممكن تلاقي ده ممكن بالانسبكشن هبوس تلاقي على الانفيروميديا آآ هيل الحتة من الهيل كده بتاعه هتلاقي الانفيروميديا الاسبكت بتاعه هتلاقي آآ تندرنس وممكن تلاقي آآ آآ او آآ آآ تلاقي آآ زي شكل آآ 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 أو موجود في الفاشية هنيجي بعد كده في بتاعته تعمله متوقع تلاقي معا هتلاقي معا كمان مطوقع تلاقي معا آآ تلاقي عنده آآ في او limited range of motion بتاع first metatorthopharyngeal joint. انت عارفين طبعا ان هو واصل من الكالكينيس لحد first metatorthopharyngeal joint. فهتلاقيه من المنطقي ان انت تلاقي عنده في مشكلة. اه لو انت جيت عملت له الويند last test اللي انت جيت تعمل في ال first metatorthopharyngeal joint. اه هتلاقيه اه positive. اه اه في الويند last test دوت اه بيبقى effective في الexamination بتاع الدس فانشن بتاع البلانتر فاشية. كمان لو انت جيت عملت له ممكن تلاقي بسكيفاس او بسبلانس او اه او برونيتد فوت زي ما اتفقنا. بتاع الفاتباد ممكن تلاقي اه تجي تحط ايدك على الفاتباد اللي موجودة في في الرجل من تحت تلاقيها اه اه اتروفايد. لو انت جيت تعمل له حاجة اسمها ال squeeze test ان انت جيت تيجي على الكالكينيال توبروستي ميديا الولاترال كده وروح تعمل compression عالي عليه. squeeze. هتلاقيه painful. اه ده برضو بيبقى ممكن يبقى كمان ينترفير معك مع الكالكينيال. لان برضو نفس الكلام ممكن تلاقي معها بين في نفس التست. اه اه طبعا انت هتعمل assessment لو واحد بيسبرتيف وبيمارس رياضة ولا حاجة. هببص تشوف بقى اه اه بيه المسافة اللي بيجريها قد ايه. اه بالوقت اللي بيعملو قد ايه. قد ايه. اه الشو بتاعه. اه شوز بتاعته اه شكلها اخبارها ايه. اه سبرتيف وولفت ولا نط. اه ده هيبقى شيء مهم جدا بالنسبة لنا. الدياجنوزز بتاع الكلانيكال دياجنوزز بتاعها. طبعا دايما بيبقى اه الدياجنوزز داها دايما بيعتمد على الكلانيكال ايجزامينيشن. اه الهيستوري اللي العيان بيجي يقوله لك. والفيزيكال ايجزامينيشن بتاعها. لكن اللي احنا ممكن نستخدمها الاكس ريي. والاكس ريي هتوارن حاجة واحدة. هتوارن لو في كالكينيال سبير. في سبير في الكالكينيال. هيبان في الاكس ريي. غير كده طبعا انتو عارفين الفاشية. اه مش هتظهر كويس في الاكس ريي. مش هيبان فيها مش هنقدر نحدد ازا كان فيها مشكلة ولا لا. لكن لو كان في كالكينيال سبير هيبان طبعا. اه وهنشوفه اه معا.